أحيات الكنائس الأرثوذكسية في الأردن الحج المسيحي السنوية الثالثة والعشرين لموقع عماد السيد المسيح في البغتس وتضمن الاحتفال إقامة قداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بحضور عددا من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين تفاصيل أوفة في سياق التقرير التالي احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الرومية في الأردن وفلسطين بعيد ظهور الإلهي الغطاس وقد أقيمت بهذه المناسبة مراسم الحج السنوي لكافة رعاية الأراضي المقدسة تضمن احتفالا بالقداس الإلهي وتقديس مياه نهر الأردن المقدس عند موقع معمودية السيد المسيح المغطس ترأس الخدمة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة جمع من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وعامة وسط مشاركة فاعلة للمجموعات الكشفية الأرثوذكسية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعاية المملكة وألقى المطران خريستوفوروس كلمة روحية ووطنية أمام جموع المؤمنين قال فيها نحن كمسيحيين أردنيين أمامنا مسئولية كبيرة تتمثل بتتبيث وجودنا والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة متضرعا سيادته إلى الرب الإله أن يمنح جلالة الملك عبد الله الثاني كل بركة ونعمة من لدنه مشيدا سيادته بالدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية كما أثنى المطران خريستوفوروس على جهود سمو الأمير غازي بن محمد لرعايته لموقع المختص ولكل من ساهم في دعم وتطوير الموقع وإنجاح هذه المناسبة أبنائي في هذه اللحظات المقدسة والمباركة اللي فيها كل العالم في هذه اللحظات ناظري لهون لنهر الأردن حتى يشوف السيد وهو يغرق الخطية بمياه نحر الأردن ويعطينا الحرية ويعطينا الحياة بقيامته من بين الأموات أبنائي في هذه اللحظات المقدسة نرفع صلاة من أجل كل العالم من أجل السلام من أجل البركة من أجل النعمة من أجل التوبة حتى العالم يبقى الله حي في ضمائر بني البشر الله ما يغيب عن ضمائر الناس لأنه إذا غاب أكثر رح ييجي غضب الله الآتي على البشرية عشان هيك قديش مهم اليوم من هون من الأردن نوجه رسالة لكل العالم حتى نتمسك بقيمنا بمبادئنا برسالتنا الروحية بتعليم الكتاب المقدس وبتعليم الكنيسة المقدسة اليوم ونحن منرفع صلاة لكل العالم منرفع صلاة من أجل ملكنا المحبوب عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في هذه اللحظات من صلي من أجل العائلة الهاشمية من أجل الأسرة الأردنية الواحدة مسلمين ومسيحيين حتى نبقى موحدين مع بعضنا البعض زي ما هي حضارتنا ألف وأربعمائة سنة مع بعضنا البعض شركاء في الوطن الواحد في بلادنا المقدسة لأنه هاي هي بلادنا المقدسة اللي نحن من مئات لا بل من ألوف السنين نحن موجودين فيها وفي الختام أقام سيادته خدمة تقديس المع مباركاً الحاضرين ثم غطس الصليب المقدسة في النهر كالعادة لتقديسه مطلقاً الحمام الأبيض رمزاً للروح القدس الذي رفى فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح موسيقى هذا المكان المبارك المغطس مع مدية السيد المسيح أتقدم بأجمل التهاني والتبركات إلى سيد البلاد وقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين بحلول العام الجديد كما أتقدم من مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس مجلس أمنا هيئة المغطس بالشكر الجزيل لدعم هذا المكان المقدس والفريد والوحيد في العالم هذا المكان المقدس أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني رسائل الوئام والتسامح والعيش المشترك منها رسالة عمان وكلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان لذلك قام المجتمع الدولي بتكريم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بجوائز فريدة منها جائزة تيمبلتون وجائزة مصباح السلام وجائزة الطريق إلى السلام وجائزة رجل الدولة الباحث هذا الموقع المقدس الذي يقوم على حماية القوات المسلحة والجيش العربي المصطفوي والذي يقدم جميع التسهيلات للحجاج من كافة الطوائف المسيحية في الأردن والوطن العربي والعالم للوصول إلى مكان معمودية السيد المسيح بكل سلاسة وسهولة وفي نفس السياق طبعا قامت إدارة هيئة موقع المغطس بتهذيب المكان المطلات والساحات والممرات من أجل التسهيل على الحجاج المسيحيين لوصول إلى المواقع الدينية لإقامة شعرهم الدينية من قداديس وصلوات وتعميد وفي الجانب الغربي لنهر الأردن ترأس غبطة البطريار كيريوس كيريوس يوفلوس الثالث بطريار كل مدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن خدمة تقديس الماء الكبير في المغطس حيث ألقى غبطته الصليبة في مياه نهر الأردن حسب العادة من علامة نقارب كما كان معمولا به قديما عندما كان منسوب مياه النهر مرتفعا بحضور جمهور المؤمنين الذين حجوا إلى هذه البقعة المقدسة التي شهدت الظهور الإلهي